طيب انت فاكر اول ما روحت النادي الاهلي مين اول واحد قابلته في النادي الاهلي انا اول ما روحت الكابتن وانا قاعد في النادي الاهلي الكابتن فؤاد شعبان الله يرحمه جيت كان بيعرفنا على اللعيبة فابتديت قابلت الاول اول حاجة كابتن حسن حمدي واقعتم مع الكابتن حسن وبعدين كابتن فاتح المبروك وبعدين ابتدى يعرفنا على كابتن مصطفى وكابتن بيبو اللعيبة ابتديت تتعرف عليهم لكن اللي هو اللي في الاول كانوا حواليا كان ثابت الله يرحمه ثابت البطل والكابتن احمد عباق واحمد عبد الباق وانت بتلعب في طانتا باستمر كان يقولك اللعيبة احيانا ما بتروحش في التمرين عشان كان في مولد ساد البدوي كنت بتروح المولد المولد دي كان اكل عشنا احنا كنا من اكل عش في المولد احكيلي بقى كنت بتخش المولد ازاي يعني كان بيجيلنا بيجيلنا زي الكابتن مصطفى كده اللي بيجوا من البندر ومن مصر وبتاعك اه كنت ايه كنا يعني اه في المولد انا بقولك اي مهلزم نعر كان بيحسب في المولد تلاقي ايه اه نجيب شادر خشب كده كده ونحط عليه صورة اه واحدة مقطوع وسطها واحدة مش عارف ايه وباب الدخول من هنا فانده اه وما فيش حاجة وراءة خلي بالك نعم وما فيش لمصرح ولا اي حاجة وراء كانوا بس بيطاع التذاكر اه وياخدهم واحد كده بود الجرد من الباب ده يطلعهم من الباب التاني اه فكان لا المولد السايد ده كان كل مصر كانت بتجيه يعني قولينا موقف كده من المواقف الجميلة اللي حصلت لك في المولد اه لا انا اقول لك الموقف من المواقف او الحاجات اللي هي المقى غريبة محجب على الحالة اه المواقف اللي هي انت طبعا الامكانيات الامكانيات احنا في كانت في دور الاقديم او في صنطة كانت الامكانيات المالية ضعيفة نعم فكان عندنا اه اه انا شوف كانوا ناس كلهم بوسطاء جدا بوسطاء اه وكان بيجينا مدربين بعض مدربين كان بيجي يعني براتب قليل جدا تمام في مراتبين في مدربين كانوا بيجوا بالعشة بس يعني يتعاشر ويمشي بالعشة اه ففي فوسط الحاجات كده كان عندنا مدرب جميل قوي اه كان اه يجي يقعد معنا وبعدين احنا اه هنلعب مثلا مع فرقة الكفر الشيخ فرقة المحلة من الاقلية فيجي يقول لنا ايه فهو كانت الخطة بتاعته وبرعا ايه ابطال اه انا لا هكلم على الكورة ولا هكلم على دوله انتو اللعيب اكبر كلكم فاهمين وكلكم فاهميني الكورة وفاهميني حسن مني اه انا كل اللي يهميني دلوقتي نقرى الفتح مع بعض فنقرى الفتح اه بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يقولي الروح تلت مرات الروح الروح اه 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 يعني احنا لما جينا نلعب مع نادي الاهلي النادي الاهلي اه اه ما فيش خطة لبة واحد واحنا متعدين على ارضنا لما دخلنا ممتاز متعدين على ارضنا مع آآ عليها ملعب. اه. فلاقينا الصبح بيصحونا بدري. انزلوا انزلوا ده فيه الخطة. لقينا الهية. طب ما احنا لعيبك بر طايمين. والفتحة واريناه. فقال لك لا 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 فيه خطة. فانزلنا. فقال مهمك ايه ده? اه اه قالوا بسم الله الرحمن الرحيم سمعونا كده كلنا الفتحة. فقال ارين را قلنا خلاص يبقى حنقرى الفتحة وحنمشي. وبعدين بعد كده. فقال اي اه انا لا هتكلم على الخطة ولا زفتة. انتو لعيبة وكل واحد فاهم. احنا اتعللنا معامل متش اللي فات. مش هينسلنا القصة دي. انا عاوزكم تبقوا ابطال. ومش عارف. وان شاء الله. المدرب ده معروف. اه? المدرب ده معروف. اه? يعني. بدون ذكر اسامي. اه. بدون ذكر اسامي. اه. فالمهم ايه. هنكسب. ان شاء الله هنكسب. فقال امنا عنا اه. اه. نحضن في بعض. خلاص نسيبنا. والمهم خلصت بالفتحة برضو بتاع. لما روحنا نادي سانطا. نادي سانطا بقى في الاستاد. اه. طبعا دخلت الاستادة يا كابتو مصطفى. تخد. تخد ايه? وخاصة ان اول مرة. احنا من خلصة نشوف استادة القاهرة. طبعا. ونشوف الجماهير دي. لو كنت بتشوف فرقة افريقية كمان. اه. ونشوف الجماهير حاجة تخد. اه. وبعدين على. 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 في الجيل ده بالذات. كان الاستاد ده كامل عدد. مزبوط. تلاعب اي فرقة الاستاد ده فيه مية مية وقتين. مزبوط. مزبوط. دخلته الاستاد. او دخلنا الاستاد. اه. اكتر واحد اللي امس الكورة في النادي. اه. طنطا كان العبد لله. اه. اه. اصانطر. الكورة تتاخد. تيجي المصطفى. يديه للخطيب جول. واحد سفر. ارجع التاسر. انا ستة. اقلوك اقرى الفتحة. اه. لا اه. واحنا راجعين بقى محدش عارف يتكلم. اه. بس. اه. اه. فيه لعيب عندها في طنطا كده. جات له فكرة جميلة. اه. اه. عشنا عليها لغاية لما وصلنا طنطا يعني. اه. اه. اما هي فضيحة. احنا مش طيب موقف من الموقف اللي حصلت معك في المولة. انت كنت بتحكي لنا حاجات غريبة جدا. واحنا ما كناش نقرر نمسك نفسينا من الدي. ما هو انا ما انا بقول لك المولة. اه. يعني انت في حاجة بتاعيبك في المولة بتخش ناسا بتسمع واحد. ايو ايو ايو. كان الناس بتوعنا بتوع الرباضة. اه اه. كان معروف خلطة. ودخل افو زيدي الهلال. وبعدين في عيال بتلعب. قال له اه اه رجلك من الماكنة ولا. يعني كانت المولد كان فيه. كان مولد. اه. كرنبال كرنبال بتشوف. انا كنت بقول لي لحضرتك. في بعض الناس كانوا في المولد بيجوا اكل عشوا بيعملوا كده يعني. نعم. عاملين شجر الخشب وتعالى والساحر وحيطع وسطها. وحتشوف وسطها طاير وبتاع. حضريتك بتخش من الباب وراه ارض زراعية. ما بوش حاجة غالص. ويطلعوه ما بالتاني بيقول من. على وسطها تنور. اه. اه. هو يقول لك على وسطها تنور. فتلاقي الجماعير.